بما أن في موضوع الإدارة المالية تكلمت قبل شيء عن رأس المال والأصول والأمور هذه رأس المال طبعا هو من الأبجديات وأساسيات الدخول في أي تجارة من وين أحصل على رأس المال؟ هل أتجه مباشرة لبنوك؟ هل أتجه مباشرة إلى شخص أعرفه؟ هل أتجه إلى وزارات؟ أو أتجه إلى جهات معينة مثل منشآت؟ اللي بداية مشروعي وين أبدأ؟ إذا كنت أملك أنا كرائد أعمال أملك مقومات البدء في التجارة بالإضافة إلى رأس المال بلا شك أنه قد لا أحتاج أني ألجأ إلى أحد يعطيني فلوس عشان أشتغل وكني أشتغل بعلاقاتي هذا كمثال يعني أنه في ناس كثير عندهم مخزون في المستودع يتمنى يلقى شاب نشط عنده استعداد أنه يشتغل وعنده ثقة عالية جدا وموثوق فيه يعطيه بضاعة يقول له بيع ونتفاهم أنه إياك فيما بعد هذا نموذج هناك نموذج آخر تقديم على الجهات التي تقدم المنح المالية المستردة وتكون تحت إشراف مستشارين مثل حاضنات الأعمال وغيرهم لكن بالدرجة الأولى المال على قدر ما أنه هو ملك لكنه هو مش محرك بالدرجة الأولى للبدء للبدء لأنه في مقاومة ثانية يعني واحد يقول لك أنا أبدأ بالرأس مال لكنه ما عنده رأس آدمي ما عنده فكر ما عنده استراتيجية ممكن بالضبط واستعداد للمغامرة ما عنده استعداد لتطوير ما عنده استعداد أنه يبحث ويتعب عشان يحصل على المعلومة يبقى كل شيء سريع وجاهز هذا يقول له لا حتى الرأس مالك موجود لا يعني هذا أنك تبدأ وجود رأس المال مع وجود الشغف لوحدهن غير كافي في عنصر ثالث لا بد يكون موجود عندنا ألا وهو معرفة مآلات الأمور بعد اتجارة يعني لا بد أعرف مخارج الطوارئ صحيح المال هذا إدارة المال جزء منه إدارة مخاطر اللي هو المخزون الاحتياطي مسافة الأمان أشياء كثيرة حتى وزارة التجارة على فكرة تلزم الشركات أن يكون عندها حد معين من المال كرأس مال احتياطي معروف ويعتبر مخالفة عدم وجود هذا رأس المال فلازم يكون متوفر لازم يكون متوفر ولا يدخل في المزينية العامة الخاصة له بابه له طريقته ومحدثك ليس مالي أنا مطور أعمال لست مالي وأعترف بهذا الشيء أنا رجل تسويق أول شوي في بحر التسويق أنا فارس فيه وفي الإدارة المالية أنا أفهم ولكن ليس بعمق أفهم أهميته وأرتكي على فريق مالي قوي جدا أرتكي على مكتب محاسبة قانوني أرتكي على بعد الله سبحانه وتعالى على مجموعة من مدير حسابات مدير مالي الكفاءات التي تستند عليه بالنهاية ظل مدرسة وعشرين سنة عشان تيجي أنت تقول أنا أحسن منكم صحيح يعني الهدف ممكن خصوصا في بداية مشروع أنه لا يستحي من مسألة عدم معرفته في الأمور المالية وأيضا مثلا يتجاهل هذه الأهمية ممكن أن يتكل على أشخاص في البداية أنهم يعملون لحسابات يعملون لدراسة جدوى والأمور هذه